بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلواته ربي وسلامه عليه سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء المئة مع الفقهاء ومع الإمام محمد بن سيرين واللقاء السابع أسأل ربي أن يرزقنا هداه وأن يمنى علينا برضاه وأن يجعل كل كلمة أقولها تستمعون إليها خالصة لوجه الكريم وثقلا في موازين حسنتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد أحبتي فلازلت أتناول بعض السمات العلمية والفقهية للإمام محمد ابن سيرين وأشرنا من قبل في اللقاء السابق إلى شدة ورع وخوف هذا الإمام من أن تزل قدمه من أن يقحم نفسه بالاتهاد في مسألة ليس له فيها إمام وأنه كان ينأى بنفسه عن الإفتاء بالرأي مخافة أن يجتهد اليوم ثم يرى رأيا آخر غير الذي أفتى به ثم يحاول البحث عن من أفتى فلا يجده وكان الناس يقولون له قل لنا في المسألة برأيك فقال إن الرأي لا يثبت أخشى أن أرى رأيني اليوم ثم أرى غيره في الغد ثم أبحث عن الناس في بيوتهم أو أمشي خلفهم في طرقاتهم لأقول لهم إن الرأي الذي رأيته بالأمس لم يكن صوابا وإني قد رأيت غيره فهذا من شدة ورع الإمام مع ما حباه الله تعالى به من ملكة علمية ومن ثروة حديثية وقرآنية عالية وهو العالم الثبت السقة وهو شيخ الإسلام كما قال الإمام الحافظ الزهبي رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين وأشرت لسمة من قبل وهي أنه كان يتقيد بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة فإذا كان الأمر ظاهرا التحريم قال هو حرام لم يكن ظاهر التحريم لا يقول يعني هو حرام إنما يقول يعني به بأس أو أكره ذلك وكان يتمسك بنصوص القرآن والسنة في تعبيراته عند الإفتاء وهذا ما ورد في القرآن الكريم فمثلا في قول الله تعالى والله تعالى يتناول التشنيع والعتابة الشديد للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة في غزوة تبوك فالله تعالى قال لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسبتهم كره الله انبعاثهم فسبتهم لأنهم لم يأخذوا بالأسباب استعدادا لنصرة دين الله تعالى ومرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما كانوا مثبتين ولم يكونوا مستعدين فلم يستعدوا ولذلك القرآن يقول بعد ذلك لو خرجوا فيكم أمثال هؤلاء المثبتين المحبطين أمثال هؤلاء ما زادوكم إلا خبالة أي فسادة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي لقللوا من همتكم ولألانوا من عزيمتكم فأمثال هؤلاء المترددين وجودهم شر على غيرهم وبعدين القرآن قال وفيكم سماعون لهم أي فيكم من يتأثر بكلامهم بسلوكهم والشاهد هنا في الآية الكريمة كره الله انبعاثهم فكان الإمام كثيرا ما يقول أكره ذلك وتلامزته كانوا دوما يقولون ابن سيرين يكره ذلك أو يقول أنا أكره ذلك الأمر وأيضا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم سلاسة ويكره لكم سلاسة يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك المصطلح مصطلح الكراهة كما أن الإمام كان شديد الدقة عند الإفتاء سأله رجل مرة عن أمر من الأمور فقال الإمام لا أعلم به بأس على حد علمي ربما غيري يعلم به بأس قال لا أعلم به بأس أي لا أعلم أنه محرم أو أنه مكروه لا أعلم ولذلك حصر العلم في نفسه هو ولم يعمم لا أعلم به بأس أي لم يبلغني أنه مكروه أو أنه محرم لا أعلم به بأس فقال الرجل للإمام أنت قلت لا بأس به فقال أيها الرجل أنا لم أقل لا بأس به إنما قلت لك لا أعلم به بأس يا سلام على هذا الأدب من الإمام محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذه سمة كانت في الإمام أسأل ربي أن يبارك فيه وفي أمثاله وأن نتاخذ أمثال هؤلاء قدوة نقتدي بهم في أدبنا في ورعنا في تثبتنا في أدبنا في التعامل مع نصوص القرآن والسنة في عدم إقحام النفس فيما لا علم لنا به ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أيضا السمة الرابعة أنه كان يميل دائما لظاهر نص ما دام النص الكريم يحمل أمرا من الأمور فكان الإمام يأخذ بظاهر ذلك النص بذلك الأمر يعني على سبيل المثال في قول الله تعالى وأشهد إذا تبايعتم في أطول آية في القرآن الكريم آية الدين في آخر سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وفي نهاية الآية الله تعالى قال وأشهد إذا تبايعتم فكان الإمام يشهد على كل بيع ومعلوم أنه كان تاجر كان يتاجر في الزيت كان يتاجر في البز في الثياب المصنوعة من الحرير وغير الحرير لدرجة أن ميمون ابن مهران قال قدمت البصرة يوما فوجدت محمد ابن سيرين يبيع الثيابا من البز فساومت أي فاصلته في السمن يعني فاصل معه في السمن حتى ارتضينا على سمن معين فكان كلما باع لي قطعة فيقول لي سلاسة مرات أراضيت أقول نعم أراضيت أقول نعم أراضيت أقول نعم ثم يستدعي اثنين ويقول لهذين الاثنين اشهد أن ميمونا قد اشترى مني هذه القطعة بكذا وكذا فكان يأتي باثنين فكلما باع له قطعة صنع نفس الأمر الإمام الحسن ابن سيرين وهذا في الحقيقة ما ذهب إليه بعض الفقهاء كالظاهرية وأن الأمر هنا للوجوب وليس للند لكن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن أمر الإشهاد للند وليس للوجوب واستدلوا بأن نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن يشهد على كل بيع وكذا الصحابة الكرام وهذا ما قاله الإمام الشافعي وأيضا ما قاله الإمام الجصاص في أحكام القرآن وهو فقيه حنفي وقال لم يكنوا يتكلم عن السابقين من العلماء من لدن الصحابة إلى زمنه الذي عاش فيه لم يكنوا يتقيدون بأمر الإشهاد على كل العقود ويعني قالوا ربما في بعض العقود وهناك أمور معنى كلام الإمام الجصاص لا تحتاج إلى إشهاد كشراء البقل كشراء الخبز يعني واحد ذاهب للدكان يشتري كيس سكر كيس ملح يشتري أي شيء واحد في السوق فالأمر في الحقيقة لا يستدعي أمر الإشهاد لكن يعني والله تعالى أعلم الأمور الكبيرة أو الصفقات يعني التي ربما يخشى أن يلحق ضرر بسبب شرائها لأحد الطرفين للبائع أو للمشتري بسبب وجود بيع فأمر العقد يغني عن الإشهاد فذلك العقد هو وسيقة تثبت أن صفقة تمت بين كلا الطرفين فولو أشهدنا لكان ذلك يعني خيرا كثيرا يعني لو أشهدنا ففي ذلك خير حتى على تلك الوسيقة التي بيننا أما الأمور الأخرى فلا تحتاج إلى إشهاد ولا تحتاج إلى عقد فإمامنا يتقيد بالنص كما رأينا وكما ترجم ذلك جمهور الفقهاء يعني لا يرون ذلك في الأمور العادية وربما يرون ذلك في الصفقات الكبيرة كما أشرت يعني لهذا الأمر أيضا من ضمن السمات التي تميز بها فقه الإمام محمد ابن سيرين أنه يعني بالرغم من تخيضه بالنصوص والآثار إلا أنه كان مرات يعلل الأحكام ويقول بالقياس وسد الزرائع وسأبين يعني معاني تلك المصطلحات التي استخدمتها وكان يرى رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني أن الربا ليس محصورا في الأصناف الستة التي وردت في حديث عبادة ابن الصامت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا يداً بيد مثلاً بمثل هاء وهاء خزويات فمن زاد أو استزاد فقد أربا الآخذ والمعطي فيه سواء والحديث جاء بروايات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة ابن الصامت فالإمام كان يرى يعني أن الرباويات ليست محصورة في الأصناف الأربعة فقط لا غير إنما يضاف إليها كل مكيل وكل موزون يعني عندي أربعة أصناف في المطعمات البر والشعير والتمر والملح لدرجة أن بعض الفقهاء قال يلحق بالبر والشعير كل ما كان في حكمهما كالزرع على سبيل المثال لم تذكر والزرع تعد طعاما لكثير من الدول الإفريقية الأرز لم يرد ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأرز كما هو معلوم هو يعني الطبق الرئيسي على المائدة في كثير من الدول وهو العمدة في دول جنوب شرق آسيا كالهند والفلبين سريلانكا سيلان ماليزيا أندونيسيا إلى غير ذلك من الدول يعني يفطرون ويتغدون ويتعشون بالأرز على سبيل فلم يرد ذكره فيلحق بالبر وبالشعير كل مكيل أو موزون كالزرع وكالأرز على سبيل المثال ولو كان هناك حب آخر يعني كالعدس مثلا وكان طعاما رئيسيا فإنه يلحق بتلك المطعومات لأنه يعني مقتات ومدخر ده عند بعض الفقهاء أو مكيل وموزون عند البعض الآخر من الفقهاء والتمر ألحقوا به كل الحلويات كل الأشياء الحلوة فألحقوا به على سبيل المثال السكر ألحقوا به العسل والملح ألحقوا به كافة التوابل فقالوا يعني من أعطى فليأخذ مثل ما أعطى دون زيادة ويدا بيد ومثلا بمثل ودون تأجيل أو تأخير والعلا في الزهب والفضة قالوا الثمانية لأن السلعة تقوم بالزهب والفضة فلا ينبغي أن تتحول تلك يعني الأمور أو الزهب والفضة والذان يعدان يعني وسيلة تقويم للسلع إلى سلع لأنهما وسيلة تقويم السلع تثمين السلع بيان قيمة السلع فلا ينبغي أن يتحول إلى سلع طيب حد بيبيع زهب فيأخذ زهب ومثلا بمثل يدا بيد دون زيادة أو نقصة ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة خيبر فجاءه أحد الصحابة بتمر نجيب تمر جيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب بالتمر الجنيب فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من أجود أنواع التمر فالنبي بيسأل الصحابي طيب من أين قال اشتريت الصع بالصع والصع بالسلاسة فالنبي يوجهه قال له بيع هذا واشتري بسمنه يعني بيع الردي بسمنه ثم اشتري بقيمته يعني يعني تمر آخر جيدا حتى ولو اشتريت نصف صع نصف كيلو بسلاسة كيلو لا بأس هناك بعض الأنواع الجيدة من التمر والعلة في حرمة ربا الفضل سد زريعة الوصول لربا النسيئة وحتى لا يستغل الغني الفقير صاحب السلع الجيدة يعني المساكين من الذين لا يملكون أمثال تلك السلع وقلت وقلت أن الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني قال بمسألة سد الزرائع لما قال بتحريم ربا العينة وربا العينة يعني هو حيلة من الحيل في صورة بيع لكنه في الحقيقة في الظاهر بيع لكنه في الحقيقة التفاف من أجل الوصول للمال بمعنى أن رجلا يريد مني قرضا بل لاش مني أنا من حد تاني من تاجر من التجار فأراد أن يلتف ليأخذ زيادة على رأس المال في صورة بيع لكن في الحقيقة لا بيع فقال له مثلا أبيعك هذا الكأس بعشرة إلى أجل فاشترى منه إلى أجل وخذ منه الأوراق المطلوبة ومضى على إيصالات ثم اشتراه منه بخمسة نقدا وأعطاه الخمسة فهنا الظاهر أنه بيع لكن الحقيقة ليس بيعا الحقيقة ليس بيعا إنما هو مبادلة مال بمال والسلعة كما هي في محل البائع الأصلي الحقيقة أنه أعطاه خمسة وسيأخذها عشرة فهذا هو ربا العين ولذلك بعض أحبتنا أسأل ربي أن يوفقهم وأن يبصرهم للهدى يفعلون ذلك الأمر يبيعون السلعة ويشترونها مرة ثانية من من الذين باعوا لهم تلك السلعة بأسعار بنفس الصورة فكان الإمام يحرم ربا العين وهذا في الحقيقة رأي جمهور الفقهاء والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم ربا العين التبايع بالعين إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع ويعني رضيتم بالزرع واتبعتم أزناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله فالعين البيع والشراء ظاهرا لكن في الباطن هو مبادلة مال بمال أو بيع وشراء نفس العين نفس الشيء فدي مسألة في الحقيقة فيها التفاف كما أشرت وكما أشار إمامنا وجمهور الفقهاء خلاف لبعض الشافعية سد الزرائع الزريع هي الوسيلة الموصلة لغير المباح أو الوسيلة الموصلة للحرام الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل الحرام وسد الزرائع أي سد الطرق الموصلة إلى الحرام وهذا في الحقيقة منصوص عليه في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى مثلا في آية سورة النور ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي لا تتحرك بحركة تلفت بها أنظار الناس وهي متزينة ليشرف الناس على تلك الفتاة وأيضا في قول الله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم فدى من باب سد الزرائع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل والديه قالوا وهل يسب الرجل والديه يا رسول الله قال نعم يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ويسب أم الرجل فيسب الرجل أمه فمن باب سد الزرائع يعني لا نسب أحدا حتى لا نكون سببا في مسبة تلحق بآبائنا وأمهاتنا وأيضا قال بالقياس رضي الله تعالى عنه أرضاه لما سأله رجل عن عود السواك هل به بأس قال لا بأس به قال إنه جريدة لها طعم قال إن الماء تتمضمض به وله طعم أي مدام لا يتجاوز الحلق فلا يؤثر على سلامة الصيام هذا فيما يتعلق باستخدام السواك للصائم نأخذ بعض الإشارات السريعة لنماذج وأمثلة من فتاوى الإمام محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه أرضاه بالإضافة لما أشرنا إليه على سبيل المثال أنه كان يرى أنه لا بأس على المغتسل أو المغتسلة من حيض أو جنابة إن تعذر عليه ذلك أن يكتفي بغمس البدن في الماء أو نزول البدن على الماء تعميم البدن بالماء دون تدليك للبدن بالماء يعني من أراد أن يرفع حدثا أكبر من حيض من جنابة من نفاس من رجال ونساء فلو غمس نفسه غمسة في الماء أو أنه أنزل الماء من الدش على سبيل المثال وعمم البدن جميعا بالماء دون إمرار اليد على البدن فيجزئه ذلك إن شاء الله وإذا في الحقيقة رأي جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث أم المؤمنين أم سلمة لما شكت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها يعني تشد ضفر شعرها إنها بتربط رسها وشعرها يبدو أنه كان طويلا رضي الله تعالى عن أم المؤمنين أم سلمة وأرضاها كتبت ضفروا فبتقول لما أغتسل من جنابه يعني أنقضوا ضفر رأسي قال لا إنما يكفيك أن تحسي ثلاثة حسايات يعني حفنات وتفيضين الماء على بدنك فالنبي قال لها يكفيك ذلك ولم يشر لأمر الدلك تدليك البدن بالماء وإذا في الحقيقة الدليل الذي استدل به جمهور الفقهاء فريق آخر من الفقهاء منهم الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا بعض الفقهاء كالإمام عطاه ابن أبي رباح إمام مكة المكرمة والإمام المزني من فقهاء الشافعية وأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة فقالوا بيعني ضرورة امرار اليد على البدن عند الاغتسال ويعني لم يكن لديهم في الحقيقة دليل يعني ينهض بيعني أن يكون حجة لما ذهبوا إليه لكن خلاصة ذلك الأمر إن الإنسان لو كان على بدنه شيء من الأدران من الأوساخ أكرمكم الله فعليه أن يمرر البدن بالماء وإلا فيكفي أن يغمر البدن بالماء ومن ثم تزول إن شاء الله أو يزول الحدث أو تزول الجنابة وهذا في الحقيقة الذي يترجح لدي والله تعالى أعلى وأعلم أيضا مسألة ثانية إضاعة الصلاة عن وقتها إمامنا الإمام محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنه كان يرى أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يجب عليه خضاؤها وبيستدل بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين على المؤمنين كتابا موقوطا وبيستدل بالمعقول بدليل عقلي إن الإنسان لو صلى الظهر قبل أزان الظهر فإن صلاته لا تقبل وكذا من صلىها بعد فوات وقتها فإن صلاته لا تقبل ده في الحقيقة رأي الإمام محمد ابن سيرين وذهب نفس المذهب أيضا سيدنا عمر روي ذلك عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعمر ابن عبد العزيز وروي أيضا عن غيرهم ويعني الذي يترجح لي أن الأئمة الكبار العظام كانوا يعرفون قيمة الصلاة وقدر الصلاة وكانوا يحسون على المحافظة على أداء الصلاة لا في وقتها إنما في أول وقتها وأشرنا لشيء كثير من حرص الأئمة الكرام على ذلك واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلى ذلك أما من تركها متعمدا لم يكن ناسيا ولا نائما فإنه لا يطالب بقضائها ده رأي فقهي وهذا ما ذهب إليه ابن حزب الظاهري لكن رأي جمهور الفقهاء يعني أنه من فاتته صلاة ولو متعمدا فهو مطالب بقضائها فلابد أن يصليها واستدلوا بنفس الدليل الذي استدل به الفريق الأول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قالوا إذا كان ذلك في حق الناس والنائم ففي حق المتعمد أولى له أن يصليها إذا كان الناس المعزور مطالب بإعادة الصلاة بقضاء الصلاة فما بالون بالمتعمد لترك الصلاة فلابد أن يصليها بعد ذلك واستدلوا أيضا بدليل رائع وجميل جدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما يعني قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هلكت قال ما أهلكك فقال وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم إذا انفعل الفعل وكان متعمدا فأمره النبي والصيام فريضة وركن من أركان الإسلام فأمره بالقضاء وهذا في الحقيقة دليل رائع أيضا ودليل قوي لضرورة قضاء الصلوات التي فاتت يعني على أحبتنا الذين لم يصلوها من قبل أيضا من ضمن الفتاوى التي أفتى فيها إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمر شائع بين التجار وهو ما يسمى بالعربون أو العربون باللغة الدارجة بين الناس في زمننا هذا بيع العربون الإمام محمد ابن سيرين كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه كان لا يرى بأسا أن يعطي الردل العربون فيقول إن جئت في موعد كذا وإلا فهو لك إن جئت في موعد كذا وإلا فهو لك وصورة العربون أن يدفع الراغب في الشراء أو أن يدفع الراغب في الإيجار أو الاستئجار الراغب في الاستئجار أن يدفع مبلغا من المال من باب التدليل على جدية الرغبة في الشراء أو الرغبة في الاستئجار وتعارف الناس على أن يكون ذلك العربون جزءا من السمن أو جزءا من الإيجار عند إتمام الصفقة طيب حينما يتراجع الشاري عن الشراء المستأجر عن الإيجار هل يكون ذلك المبلغ حقا أصيلا للبائع الأصلي وللمستأجر أم يرد ثانية للراغب في الشراء والراغب في الاستئجار ده في الحقيقة الأمر يعني يحكمه العرف بمعنى إيه إذا كان هناك ضرر لحق بالبائع كأن فاتته فرصة للبيع أو فاتته فرصة للإيجار ولحقه ضرر بسبب ذلك التأخير فيعوض بقدر الضرر الذي لحقه ودي فتوى في الحقيقة هذه فتوى يعوض بقدر الضرر لكن لو قال له لو لم آتي فهو لك لو لم أعد إليك بعد سلاس فهو لك فهو له إن مقاطع الحقوق عند الشروط كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمسلمون عند شروطهم وأنت الذي فرقت على نفسك وألزمت نفسك بما لم تلزم به فإنه يعوض وهذا ما ذهب إليه إمامنا الإمام محمد ابن سيرين واستدلوا في الحقيقة بواقعة حدثت ما رواه ابن أبي الشيبة بسنده أن نافع ابن الحارس وكان عاملا لسيدنا عمر اشترى دارا من صفوان ابن أمية بأربعة آلاف درهم لتكون سجنا أو سجنا وقال إن رضي عمر البيح فهو له وإن لم يرضه لو لم تعجبه تلك الدار وقال لا تصلح فلك أربعمائة درهم وشهد في ذلك أن سيدنا عمر أجازة ذلك التصرف من نافع ابن الحارس أجازه وتلك الإجازة يفهم منها الجواز جواز بيع العربون كثير من الفقهاء يعني يعني ذهبوا إلى يعني حرمة بيع العربون واستدلوا بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم استدلوا بحديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العربون لكن الحديث ضعيف بل الأصح منه حديث مرسل رواه زيد ابن أسلم ورواته ثقات أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم أحل بيع العربون وفعل تصرف سيدنا عمر في الحقيقة يقوي ما ذهب إليه الإمام محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد حياة حافلة بالعلم والورع والفقه والعطاء آن للفارسي أن يترجل راحلا لملاقات ربه بهذه القيمة والقامة الرائعة من الأدب ومن الورع ومن العطاء آن للفارسي أن يلقى ربه إن شاء الله والله تعالى عنه راض وكان ذلك كما قال المؤرخون أنه توفي بالبصرة سنة مية وعشرة عن ثمانية وسبعين سنة قال حماد ابن سليمان مات الحسن أول رجب سنة مئة وعشرة من الهجرة مات الحسن في أول رجب ومات ابن سيرين لتسع خلون من شوال في نفس السنة وكان بينهما مئة يوم كما قلت في اللقاء السابق قبل موته كان عليه دين ثلاثون ألف درهم فاستدعى أحد ولده وأوصاه أن يسدد عنه ذلك الدين والتزم الولد بسداد ذلك الدين ووفى سداد الدين بعد وفاة أبيه ولما مات ذلك الولد وكان في البداية فقيرا قوموا تريكته فوجدوها سلاسمائة سلاسمائة ألف درهم فبارك الله تعالى لهذا الولد أوصى بنيه بما أوصى به إبراهيم ويعقوب أبناءهما ألا يموتوا إلا وهم مسلمون وأوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى هذه لمحة من حياة إمامنا وفقيهنا وعالمنا الإمام محمد ابن سيرين رضي الله تعالى عنه عن الآئمة أجمعين وننتقل في اللقاء القادم إلى منطقة أخرى إلى بلاد الشام حيث نتكلم عن الإمام مكحول الشامي أو الهذلي رضي الله تعالى عن الآئمة أجمعين إلى ذلك الحين لا يسعني إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيبي إجتماعكم أستودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته